موسيقى السلام عليكم وحب الله وبركاته ونرحب أحضركم ونرحب دكتور زهير دكتور زهير ان شاء الله غنع تعريف مش اول محاضرة شرفنا بيها. او حصل على الدكتوراه في العمارة الرقمية السنة دي الفين وعشرين من جامعة ليبربول. وماجستير عمارة رقمية جامعة سالكورد بريطانيا الفين وتناشر. وباكروريوس هندسة عمارة جامعة التكنولوجيا بابداد الفين وستة. مشاء الله يعني دايما باي مجال بيتكلم فيه بنحس كده بحب للعمارة وفض للإفادة الناس واستعب للعمارة في الدول كثيرة ومختلفة كثيرا. فانشاط يعني محاضرة نستفد منها ونستمتع لها بإذن الله. بإذن الله. شكرا جزيلا سيد عمر بدءا عدد هذه الدعاة الكريمة من جنابكم وهذا التعريف اللي اكثر مما استحق. حقيقة يعني هو الفضل يعود لكم في هذه المحاضرات سلسلة المحاضرات اللي اعتقصتها اكثر من خمسة اشهر مستمرة يعني جهل كبير. بدءا يعني السلام عليكم ورحمة الله جميعا. وساتذتي اخوتي وزملائي وزملائي وزملاء المستقبل. حقيقة يعني قبل ما ابدأ الموضوع مباشرة حبيت انه الافد نقطة معينة. لانه بالغالب عندما يعني يطلب ان تحضير محاضرة الموضوع في العمارة الرقمية ما يستغرق الامر من عدي ثلاث اربع ايام. بالحالات الطبيعية بالحالات القصوى اسبوع لكان الموضوع مستجد عليه. ولكن عند تحضير لهذه المحاضرة وجدت نفسي لانه هذا الوقت يعني استغرقت اكثر ما توقعت. لسبب قد يكون معرفة السبب بسيطة ولكن السبب معقد. السبب يعني باختصار الى انه الربط بين موضوعين. اتخذ العنوان ما ظهر عدكم نعم. فالربط بين موضوعين اللي هن العمارة العفوان التعليم بصورة عامة في الحصر التكنولوجي الان وحده يشكل جدلية واسعة على مستوى العالم ليس على مستوى منطقتنا يعني دولنا العربية على مستوى دول عظمى وبرلمانات يعني برلمانات اتحاد الاوروبي. الان موضوع الشغل الشاغل في الجانب التعليمي هو كيف استخدام التكنولوجيا على مستوى التعليم بصورة صحيحة. الجانب الاخر من الموضوع هو التعليم المعماري الذي شكل جدلية ازالية اعتقد وراح تستمر الى ما لا نهاية حول موضوع التعليم المعماري. يعني منذ ظهور التخصص العمارة كتخصص قائم بذاته. لحد الان الكثير من النظريات تظهر وتختفي وتأتي نظرات جديدة تفندها ولكن يظل الموضوع مستمر في التطور وجلية. فالدمج بين هالموضوعين يعني حقيقة كان صعب جدا. لذا من خلال ان شاء الله انا حاولت يعني المحاضرة بنزيل عن الساعة بس اتوقع ممكن ان نزيل عن الساعة بقليل. يعني هذا وقدكم الثمين ان شاء الله يعني انتي في شيء يوازي هذا الوقت. فمثل ما تعرفون محاولة المحاضرة هي العنوان تصميم العمارة الرقمية واستقبل تعليم وعلم اصول تدريس العمارة. قبل ما ابدأ هذه المحاضرة يعني حابة ان اذكر فتقصة طريفة تنقلها احد زملائي وصديق العزيز مكتر زيات في لقائم مع البروفيسور ياباني واستفساره عن سبب تطور التعليم في اليابان والاهتمام المتزايد بالتعليم الجامعي. فذكر البروفيسور الياباني لانه يعتقد الياباني ان الجامعة هي مؤسسة تعليمية تشبه المصنع مصنع الانتاجات العلمية. ولكن المنتج الاهم في هذه المصنع لانه هو الطالب هو الخريج. حيث هم دائما يتابعون الخريج بعد التخرج يلاحقون يعني مع الوظيفة خلال الوظيفة اداءه حمله متطلبات المجتمع وبالتالي يحصولهم على فيدباك او تغذية راجعة من المستهلك اللي هو مثل المجتمع او الشركة وبالنتيجة تطوير المنتج. يعني دائما لانه ينظرون للطالب او للخريج كمنتج يجب عليهم تحديثه باستمرار. فهذا يطي انطباع على انه التعليم مو مسألة يعني ثابتة بكافة المجالات وخاصة المجالات اللي تتخصص بالهندسة والطب والعلوم الاخرى. فمحاضرتنا ان شاء الله رح تتمحور حول عدة جوانب. الجانب الاول رح اطرح فكرة عامة حول التعليم بصورة عامة والتعليم الرقمي والتعليم المعماري. ثم التعليم المعماري بصورة ادق وتفصيلية. المحددات والتحديات التي تواجه التعليم المعماري في الوقت الحاضر. يليها بعد ذلك طرح فكرة او مصطلح الديجتال نيتيبز وال المواطنون الرقميون والمواطنون العفون والمهاجرون الرقميون. بعدها الاحتياجات الحالية والمستقبلية في التعليم المعماري. يليها دراسة حالة في جامعة ليبر بول. دراسة حالة سريعة. ثم تنتهي بمقترحات ونصائح ان شاء الله قد تكون مثمرة. نبدأ في النظرة العامة حول الموضوع. مثل ما يعني تعرفون لانه الموضوع عبارة عن جزئين اساسيا اللي هو جزء الاول يمثل تصميم العمارة الرقمية والجزء الاخر هو التعليم المعماري. عندما نتحدث على التصميم العمارة الرقمية هو التصميم الذي يختص بعملية نمذجة وتمثيل وابهار التصميم المعماري باستخدام الحاسبة او برامجيات الحاسبة. حيث تبتيح هذه العمليات الحسابية الى اجراءات حسابية معقدة تسمح للمعماري بصنع بداء الحلول معقدة كان من الصعب سابقا اجراءها بالادوات التقليدية طبعا هي ليس من المستحيل ولكن من الصعب. بالرغم لانه استخدام البرامجيات في الهندسة المعمارية يرجع تاريخه الى خمسينيات القرن الماضي ولكن مصطلح الديجيطال اكتكتر ديزاين هو مصطلح اطلق في عام 1984 من قبل المهندسة المعماري ويليام جوبسون وكما معروف لانه استخدام التقنيات الرقمية في العمارة توسعة في ثمانيات القرن الماضي. لاحب الاطالة في هذا الموضوع خاصة انه كان لدينا محاضرة سابقة ايضا في منصة بيم عربية سابقا اللي يحب يستزيد حول هذا الموضوع كان يمكن الرجوع لها في هذا الرابط. ننتقل الان الى التعليم المعماري الجانب الاخر من المحاضرتنا. التعليم المعماري هو تعليم تصميم المعماري هو نظام معرفي يهتم بالابعاد المرئية لتصميم المبنى او اي تصميم او 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 لمجموعة مباني. فهي عملية اكتساب المهارات المتعلقة بكيفية فهم الطالب للبيئة والتعرف عليها وعادة انشاءها باستخدام الاطر المعرفية والمرجعية التي تعلمها خلال فترة دراسته. عندما نتحدث عن تعليم المعماري من الضروري الرجوع خطوة الى الوراء للنظر الى التعليم ما هو التعليم قبل ان نفهم تعليم المعماري. التعليم هي عملية تيسير التعلم او اكتساب المعرفة والمهارات والقيم والمعتقدات وغيرها من الامور من خلال عمليات التدريب وقراءة القصص والمناقشة والبحوث وغيرها. وتتم عملية التعليم بالعادة بين انصرين اساسيين اللي هما المعلم والمتعلم وببعض الاحيان يكون هو المتعلم نفسه المعلم بطريقة التعليم الذاتي. المنهجية التدريس تسمى علم اصول التدريس او وهي كلمة اغريقية. في العملية التعليمية يمكن ان يكون اتصال بين المتعلم والمعلم شفهيا. التدريس الاعتيادي او غير لفظ. طبعا نقول بين المعلم والمتعلم ليس بالضرورة ان يكون المعلم اه اه يعني مثل ما نظر العام الى عندنا لانه المعلم هو الاستاذ والطالب هو المتعلم قد يكون في بعض الاحيان الطالب هو اللي يكون معلم الاستاذة يعني كثير من الاحيان لانه نتعلم احنا من الاصغر من عندنا سنلن او نتعلم من اي شخص اخر. فيد عملية التعلم عملية تبادلية ليس لا تحكمها يعني شهادة أو عمر وبعض الأحيان أيضاً نحن نتعلم من الكائنات الحية الأخرى من النباتات ومن الحيوانات والشواهد المعمارية أيضاً نتعلم من البيئة حتى من الكائنات غير الحية الشواهد المعمارية موجودة عندنا لأنه الكثير الآن من المعماريين يلجئون للتعلم ونضع بها فعملية التعلم إذن عملية يعني تبادلية بالعادة فالعملية التعلم تختلف عن عملية التعليم لهذا من الضروري الفصل بين العمليتين عملية التعليم أو مفهوم التعليم هي عملية تفاعلية تنتقل فيها الخبرات والمعارف والمعلومات من ذهن المعلم إلى ذهن المتعلم بالعادة تكون هذه العملية مخططة لها كما يحدث في الجامعات والمدارس وهي عملية هدفها إيصال هذه المعلومات بصورة مباشرة للمتعلم أما التعلم مفهوم التعلم هو سلوك شخص يقوم بفرد يكسب الخبرات والمعلومات والمعرفة فيستطيع من خلاله أداء عملين ما طبعاً وتعلم هنا يكون دائماً الشغف هو اللي يدفع لهذا الشيء فيبحث عن أدوات المناسبة التي تتحقق المعلومات تكونها من خلال المدارس والمعاهد أو الكتب والإنترنت أو تدريب الذاتي طبعاً الكثير من العلماء يقولون أنه عملية التعلم محكومة بعدة عوامل ومتأثرة بعدة عوامل بالعادة يصنفوها إلى صنفين صنف العوامل الخارجية والعوامل الداخلية العوامل الخارجية يحددوها بثلاث محاور أساسية وهي الوراثة أو حالة الطالب النفسية والمادية وغيرها والبيئة المادية اللي يعيش بيها المتعلم وليس فقط الطالب يعني بصورة عامل البيئة المادية نقصد بيئة المدرسة بيئة المنزل بيئة العمل كل هذه تعتبر بيئة مادية أما الانترنال فاكترز العوامل الداخلية فهي عوامل عدة يعني أكثر منها يجمعون لأنه ما يقارب 13 عامل اللي هي الحوافز والاختمامات والانتباه والتعاب وغيرها والخبرات السابقة وغيرها من العوامل الكثير من التربويين أعتقد إذا موجودين حاليا في محاضرة نواسات إذنين يعرفون تصنيف يدعى تصنيف الأهداف التربوية اللي هو بلومس تاكسونومي أو تاكسونومي أو تاكسونومي بلومس صنف التعليم أو الأهداف التربوية إلى 6 أصناف يبدأ من أبسط عملية أو الأساس من أبسط عملية التعلم هي التذكر تأتي في المستوى الأول من بعدها الفهم ثم التطبيق بعدها يأتي التحليل والتقييم وآخرا الإبداع طبعا التصنيف الأساسي لبلومس يضع التقييم بعد الإبداع يعني وضعه في أعلى قمة الهرم ولكن التحديث من قبل كترول في عام 2002 وضع الإبداع أعلى من التقييم وصبح هذا الهرم هو الهرم المعتمد يعني بالنسبة للأكاديمي طبعا التصنيفات الثلاثة الأولى تخضع أو تسمى بمهارات التفكير الدنيا أو الأدنى باعتقاد أنه في أنا أتكلم عن مدارسنا الأولية في العراق ليست مدارس جامعية وأتكلم عن العراق صورة خاصة يعني لا أعلم حول المدارس الموجودة في الدولنا العربية دائما تركز على المهارات التفكير الدنيا ما أعتقد أكو عندنا مدارس تعبر إلى المرحلة الرابعة طبعا هذا يختلف بالتعليم الجامعي يوجد يعني أغلب التعليم الجامعي يهتم في هذه الجوانب الثلاثة العليا والتي تدعى مهارات التفكير العليا خاصة الكليات المية والهندسية والطبية الآن ننتقل إلى ما هو التعليم المعماري قبل بدأ أو من الضروري يعني عند الإشارة للتعليم المعماري علينا الفصل بين تخصصين معماريين التخصص الأول هي العمارة pure architecture والتخصص الآخر اللي هو architectural engineer طبعا في الدول الأوروبية وأعتقد في أمريكا كذلك وإستراليا وكندا هنا تخصصين تخصص عمارة وتخصص هندسة معمارية أكيد هناك مشتركات بين التخصصين ولكن معظم الكليات لديها هذا التخصصين من الفصلين بالنسبة لي أعتقد في العراق لأنه إحنا كتخصصاتنا يعني الإسم تخصص هندسة معمارية ولكن أعتقد نأخذ الجانبين من architecture والarchitectural engineering الآن ما هو architecture education architecture education كما معروف للجميع أو للمتخصصين في هذا الموضوع هي عملية تفاعلية تضمن طرق متنوعة لدعم إدراك المتعلمة الفردي طبعا هي ليست عملية تعليمية مثل ما موجود ببقية الإختصاصات لأنه الأستاذ يغض على الصبورة يطم محاضرة وتنتي إنما هي عملية تفاعلية دائما هناك الأستاذ والطالب دائما في تفاعل وتبادل آراء مستمر وهو مجال متعدد الأوجة بسبب تعقيد الجوانب الاجتماعية والثقافية المرتبطة حيث يغطى التصميم المعماري مجموعة واسعة من العوامل التي تتجاوز الجوانب المادية والحيكلية حيث تشمل القيم النفسية والفلسفية وقيم أخرى مثل تطلبات الاستدامة وتقنيات وبجالات الأخرى ذات الصلة وبطبيعة الحال لأنه العمارة هي عبارة عن تخصص مشترك مع التخصصات الأخرى يعني هو ليس علم قائم بحد ذات إنما هو علم مشترك لأنه يشترك مع أغلب العلوم في قدة جوانب عموما عندما نتحدث عن التعليم المعماري يجب علينا ذكر الباوهاوس قد أغلب أساتذتنا وأخوتنا معرفة بهذه المدرسة الواقع حال لأنه الباوهاوس يعني هي تأسست قبل مئة عام بالضبط أكثر من مئة عام في عام 1819 على يد المهندس المعماري والتر أجروبيوس في مدينة فيمر الألمانية أسسها ووضع أساسيات التدريس المعماري ونحن لحد الآن أغلب مدارسنا العمارية طبعا على مستوى العالم هي تتبع نفس النموذج الذي أسسه والتر أجروبيوس منذ أكثر من مئة عام في المقابل هناك مؤسسة ريبة أو Royal Institute of British Architect اللي هي أساسا أسست قبل الباوهاوس بكثير في عام 1834 وأول مؤسسة أعتقد معمارية أو أكيدا أول مؤسسة معمارية كان هدمها أو هدفها الأساس هو تعريف العالم بدور المعماري تعريف طبعا المملكة المتحدة أو الناس بدور المعماري أولا وتنظيم العلاقات بين المعماريين والمعماريين والتخصصات الأخرى وتنظيم أساس الجامعات عموما وفق للتقرير تم إعداده لريبة في المملكة المتحدة فأن المدارس المعمارية المؤتمدة من قبل ريمة من قبل أفوال ريبة هي التي تعتمد على استوديو التصميم بنسبة 50% يعني نصف الوقت للتدريس هو خاضع لستوديو التصميم ونصف الآخر أو أقل من نصف بقليل هي للوحدات القائمة على المحاضرات طبعا في المملكة المتحدة أغلب المدارس المعمارية يجب أن تستحصل على اعتمادية من قبل ريمة هذه الاعتمادية تتجدد كل خمسة وطبعا أكون مؤسسات الأي آر بي اللي هي Architectural Registration Board أيضا هنا مؤسسات خاصة بالتعليم المعماري عموما فالنتيجة لذلك أصبح استوديو التصميم هو القلب النابض لعملية التعليم المعماري وهو أساس التعليم المعماري حيث يكرس طالب أكثر وقته وطاقته الأكاديمية للتعلم خلال هذا الاستوديو ويكون النقد يحصل على النقد ويقضي وقته في هذا الاستوديو التصميمي لا ممكن يبقى أيام في الاستوديو دون الرجوع إلى المنزل عموما فخلال استوديو التصميم يقدم الأستاذ طبعا الأستاذ في الاستوديو التصميم يدعى Instructor أو Tutor بالغالب يكون معماري وبعض الأحيان حسب المشاريع قد يكون مهندس من تخصصات أخرى أو بتخصص آخر تماما أو تخصصات مرتبطة كتخصصات التاريخ أو الفلسفة أو علم النفس أو تخصصات الصحية فخلال الاستوريو التصميم يقدم الأستاذ ملاحظاته بصورة مباشرة للطلاب هذه العملية تعرف بعملية النقد أو الكريتيك طبعا بالعادة تكون هذه العملية عملية face to face وجه لوجه عملية فردية وتفضل هذه العملية الفردية بالغالب على النقد الجماع ولكن في بعض الأحيان بسبب ضيق الوقت أو بسبب عدد الطلاب يعني بحاجة إلى النقد أو بسبب لأنه التصميم في مراحل أولية يخبع أو يعمل الأساتذة على عملية نقد تدعى النقد الجماعي خاصة في مراحل التصميم الأولى عندما يكون الطلبة بحاجة إلى فهم المشروع ولديهم مشتركات من المعلومات أو بحاجة إلى معلومات كلهم بنفس المستوى يوجد كتاب يدعى كريتس هذا الكتاب طبعا أنصح جميع المهتمين في مجال النقد هو كتاب صغير لا يتجاوز على تقنية وثلاثين أو مية واربعين صفحة معظم الكركاتير ولغة إنجليزية بسيطة فيحتوي على معلومات جدا لطيفة حول أهمية الكريتس وكيف نوجه الطلاب بالاتجاه الصحيح فبالعودة إلى استوديو التصميم دائما ما يحاول أساتذة التصميم زيادة معرفة الطلاب ووعيهم من خلال عدة جانب الجانب الأهم هو التدريب عين وعقل الطالب على رؤية وفهم العالم من حوله فهم العالم بطريقة جديدة الهدف من ذلك هو محاول إعداد الطالب ليصبح مفكرا نقديا ومصمما جيدا وهندسا نسؤولا عن قراراته بالنتيجة هو لا يتخذ قرارات اعتباطية ولكن يجب أن يتخذ قرارات مدروسة دائما عند الرجوع إلى التصميم النهائية وهذا ما أعرف هو موجود في دولنا العربية أم لا ولكن ما وجدته في المدارس البريطانية خاصة لأنه حتى في متجهة التصميم النهائي عند العرض للمشروع النهائي يضع الطالب كافة المخططات الأولية وكافة الإجراءات التي يتخذها خلال المراحل الأولية وداعما لقراراته حتى التصميم التي تنتهي تماما هو يضعها بالمشروع النهائي يبين كيف يوصل إلى هذه القرارات وبعض الأحيان يصل لأنه الطالب يعمل إلى عمل مواد الإنهاء بنفسه الغرض من عندها هذه العملية هو الجعل الطالب مدرك إلى أنه أي قرار تصميم يقوم باتخاذه حتى على مستوى المواد الإنهاء هو قرار استراتيجي ومهم عليه أن يعرف تبعاته فبعد هذا النظرة الموسعة حول ستوديو التصميم يظهر للمبدئيا لأنه ستوديو التصميم شيء جميل وشيء رائع لا يوجد حاجة إلى تطويره ولكن في الحقيقة هناك كثير من المحددات والتحديات التي تتواجه ستوديو التصميم من هذه التحديات لأنه ستوديو التصميم كما أصرفنا أنه قلب التعليم المعماري وأن استخدام الكمبيوتر لم يغير من هذه البيئة بالشكل عميق غالبا ما يقتصر عملية استخدام الكمبيوتر حتى في الدول الغربية على الأظهار والرسم كونه سريع ويعطي شكل حقيقي للمبنى حيث أنه من الزواخر الثمانينات نقبل من الماضي أثرت أجلسة الكمبيوتر بشكل واسع على الممارسة المعمارية ولكن تعليم بعيد عن هذه التطورات الناشئة في بيئة التصميم المعماري بالمقابل أصبح هناك استياء متزايد من إخفاقات التصميم طبعا هنا الإخفاق ليس فقط على المستوى الأكاديمي وعلى المستوى التعليم وإنما حتى ضعب هذه الإخفاقات عملية في واقع الحال في الممارسة المعمارية وتعود هذه الإخفاقات بناء على رأي العلماء لأنه الطبيعة الغير المنسقة لاستوديوهات التصميم المعماري والتي أصبحت الشغل الشاغل للأكاديميين والباحثين على مستوى العالم وبالوقت اللي أصبح العالم أكثر تعقيدا أصبح التكنولوجيا مؤثرة بشكل فضيع في عملية الممارسة المعمارية والممارسة الهندسية لا زال مدارس المعمارية على مستوى العالم تعتمد نفس الإسلوب القديم الذي أسسه وتركروبيس منذ أكثر من مئة عام وهو استوديو التصميم بهذا الشكل هذا خلق تحدي كبير وبناء على دراسة أجرات المعهد التابع لطلاب الهندسة المعمارية AIAS إلى أن التغيرات في التعليم المعماري لا تتماشى مع العالم اليوم السريع وخاصة من المختص في التكنولوجيا وتطور التكنولوجيا لا سيما في سياق الممارسة المعمارية حيث يجدون أن هناك فجوة كبيرة بين الخريج من الجامعات الأمريكية وبينما تحتاجه الممارسة المعمارية المسألة أو التحدي الأهم لأنه في دروس المباشرة لستوديو التصميم يحتاج الأستاذ بالعادة للتركيز على جوانب مختلفة جوانب متعددة في وقت واحد بناء على متطلبات التصميم بعض هذه الجوانب قابلة للقياس والحوسبة مثل عناصر البيئية الفيزيائية عناصر التكلفة أو التكلفة أو حسابات الوظيفية وبعضها غير قابل للقياس مثل القيم الثقافية والجمالية والقيم الفلسفية والقيم الأخلاقية المرتبطة بعملية التصميم لذا يساعد تقليل الجهد الأستاذ في التركيز على الأفاق أو القيم قابلة للقياس على تعزيز نقد الجوانب غير قابلة للقياس يعني بعبارة أخرى أنه ضبطنا الحرية للطالب أو ضبطنا القابلية للمتعلم أو للطالب الهندسة المعمارية على إجراء هذه أو اتخاذ القرارات المرتبطة بالأمور القابلة للقياس والحوسبة سنخفف من كاهل والجهد المتطلب من قبل الأستاذ في الاستورة والتصميم والنتيجة سيكون له الوقت الكافي للتركيز على الأمور الغير قابلة للقياس والأمور التي من الصعب على الطالب فهمها وإدراكها وحده فيعدد التعليم المعماري كما تعرفون أصعب أشكال التعليم وأكثرها تكلفة لأنه نحتاج كطلاب معماريين إلى كثير من المواد والكثير من الأدوات الخاصة لإظهار أعمالنا هذا هو السبب في زيادة استخدام الطلاب للحاسوب لأنه سهولة الاستخدام، سرعة إجراء الرسومات وأيضا عدم وجود كلفة بالتعديل والأمور وكل الأمور ممكن أن أخلصها وأجريها في بيئة الحاسبة هذا ظل محدد أكثر للباحثين حيث بدأ الباحثين والمختصين في معالجة الحاجة إلى دمج التصميم الرقمي في التعليم المعماري منذ أوائل العقد الأول من القرن الحالي يعني من بداية الألفينات لأنه البرامج بالحقيقة تمكن الطلاب الهندسة المعمارية من تنفيذ التصميمات مشاريعهم بأقل قدر من الوقت والجهد والكلفة طبعا مع الأخذ بنظر الاعتبار معظم هذه النتائج أكثر فاعلية وواقعية طبعا هنا ركز فاعلية واقعية من ناحية الأظهار مقارنة بالتقنيات النمذجة التقليدية هذه المحددات خلقت لنا تحديات في عملية الاركتكترال في ستودية التصميم كما هو معروف لأنه يعتبر انتاج المباني الجيدة هو الهدف الرئيسي لعملية التصميم المعمار وهو الهدف الرئيسي لعملية التعليم المعماري ويتفق أساتذة العمار على أن عملية التعليم مهمة للغاية هي التي تنتج معماري جيد ومميز أو معماري سيئة هي بالنتيجة سينتج عندنا معماري ولكن النتاج يختلف بين معماري وآخر وأن الطريقة التي اتعلم بها هؤلاء الطلبة هي مفتاح تحسين التعليم ومفتاح تحسين النتاج بالنهاية فأدى التطور السريع للتقنات الرقمية لخلق تحديات ضخمة في علم التربية المعمارية طبعا هو ليس فقط في علم التربية المعماري في كل علم التربية في كل مجالات الهندسية الأخرى وحتى علم التربية في الدراسات الأولية طبعا بالخصوص في العلم التربية المعمارية هو صعوبات الحفاظ على المهارات التقليدية الأساسية مقارنة بالمهارات الرقمية الموجودة حاليا النقطة الأهم التي يفتقدها الطالب عند استخدامه التكنولوجيا الرقمية هو عدم معرفته كيف تساعد هذه البرامج على أن يصبحوا معماري أفضل على ساعتها على اتخاذ قرارات تصميمية أفضل ساعتها على الإبداع الخلق والإبداع لهذا أغلب الأساتلة أو أغلب الأكاديميين يعتبرون أنه عملية استخدام الحاسوب هي تقيد إبداع الطالب مقارنة بالأدوات الرقمية أو العفوان مقارنة بالأدوات التقليدية أو بالمثل في أن التحدي الآخر اليوم اللي واجهه طلبة الهندسة المعمارية أو حتى المهندسين المعماري أنه فهم جوانب وتطلبات التصميم حاليا أصبحت أكثر تعقيدا من قبل عشرين سنة أصبح الآن الطالب مطالب أنه يفهم المتطلبات التصميم اللي هي بعض الأحيان يعتقد من عدها بعضها جوانب متناقضة خاصة الآن أصبحت مفاهيم مثل مفهوم الاستدامة، مفهوم الصحة، مفهوم الأمان كثير من المفاهيم أصبحت ضمن متطلبات الـ Design Brief فأصبح دور الأستاذ مهم ويشكل تحدي حقيقي في تحقيق التوازن بين أعطاء الحرية والاستقلالية الفردية للطالب والمتعلم وبنفس الوقت توفير تفسير نقدي لهذه المعلومات وأعطائه فهم كافي ووافي لهذه البيانات اللي موجودة حتى لا تكون هذه البيانات متناقضة في نظر الطالب الآن ينقلنا هذا إلى المرحلة الأخرى والجزء الآخر اللي هو التقنيات الرقمية وأثرها في العمارة طبعا عندما نتحدث عن التقنيات الرقمية يجب المرور ولو بشكل سريع على مفهوم الـ Digital Native والـ Digital Immigrants المواطنون الرقميون أو المهاجرون الرقميون طبعا هو مصطلح يطلق على جيلين في بعض الأحيان يوصف هذا الجيلين على أنهم جيلين متصعين لهم اهتمامات مختلفة لهم قابليات مختلفة حقيقة هذا الأمر موجود فعلا في التصرفات بين هذا الجيلين فعندما عند الحديث عن المفهوم أو المواطنون الرقميون والمهاجرون الرقميون يجيب الإشارة إلى متى من هم المواطنون الرقميون ومن هم المهاجرون الرقميون طبعا برينسكي يجيل أنه المهاجرون الرقميون هم الناس اللي ولدوا أو المواطنون اللي ولدوا بعد عام 1980 إلى عام 1993 طبعا عذرا للمواليد إذا موجودين مواليد قبل هذا العام إلى أنه يصفهم بالأيتام الرقمية طبعا مع الاعتذار هذا موصفي هذا وصف الكاتب برينسكي هو ليس هو واحد يتبنى هذا الرقم بالرغم أنه وجود كثير من ديال على أنه مواليد قبل 1980 هم أكثر جرأة وأكثر قوة بالتقنيات الرقمية والشواهد كثيرة عموما أما الجيل الآخر هو الـ Digital Native اللي هم مواليد بعد 2000 وبعض الدراسات تشير لأنهم هم المواليد اللي ينولدوا بعد عام 1993 هم المواطنون الرقميون اللي ينولدوا ووجدوا التقنيات الرقمية بصورة واسعة يتم استخدامها بصورة واسعة في بيوتهم أو بلداتهم طبعا الدراسات تشير لأنه مواليد ما بعد 2000 أو 2010 يدعون بالـ Z generation والهم الأطفال أو الآن هم أكبرية بالتأكيد اللي نولدوا وهم مولودين مع حب لاستخدام هذه التكنولوجيا هم المواليد التحدث عن الـ Digital Native لأن الأم تسأل الأبن ما نوع الطائر فبسهولة الأبن يأخذ صورة على الطائر ويعرف نوع الطائر وصنفه وكافة الأمور وعمر وكافة المعلومات المتخصصة في هذا الطائر فأصبح استحصال المعلومة بالنسبة للمواطنون الرقميون استحصالها للمعلومة أصبح جدا سهل وسريع دون التعب وبالنتيجة أصبحت معلوماتهم أكثر وهذه حقيقة لا يمكن إغفالها لكن بالرغم من ذلك أدى الإفتراض لأنه وجود هذا الطلاب الرقميون أو الواطنون الرقميون وجود هذه الفرضية أدى إلى أن الأساسي يعتقدون أن يحتاج هذا الطالب أو هذا الشخص إلى التعليم فيه شأن التكنولوجيا الرقمية لو مثلما أنه هو مولود في هذا الفترة بالنتيجة أنه لا يوجد سبب لتضيعة الوقت في تعليم التكنولوجيا لأنه قد يكون أفضل مني أنا كأستاذ فهذا أدى إلى عدم إعطاء العديد من الطلاب التعليمات المناسبة في استخدام التكنولوجيا الرقمية وأدواتها وبالنتيجة خلق لدينا أيضا أيتام الرقميين يعني الأيتام الرقميين ليس فقط هم من ولدوا قبل عام 1980 في نظر موثينسك أيضا هم الطلاب اللي ولدوا في العصر التكنولوجيا الرقمية ولكن يحتقرون إلى وجود نموذج للنسخ نموذج صحيح ولدوا في هذه الفترة يعرفون استخدام التكنولوجيا ولكن لا يعرفون استخدامها بالطرق الصحيحة وخاصة من ناحية استخدامها في دراستهم والدراسة المعمارية بشكل خاص لذا علينا أن نتأكد ونحرص على خلق الديجيتال أزدم أو الحكمة الرقمية بما أنه وصلنا إلى مسألة الحكمة الرقمية وذكرنا على الانفرميشن المعلومات وعلى الديتا البيانات دائما ما ارتبط مفهوم الديتا والانفرميشن البيانات والمعلومات بالحاسبة والتكنولوجيا الرقمية في واقع الحال الديتا والانفرميشن البيانات والمعلومات هي في الأساس منذ الخليقة يعني تكونت معانا عندما نتحدث عن البيانات هي أي أرقام أي صور أي أشكال أي شيء هو موجود في عالمنا ليس بالضرور أن يكون ضمن البيئة الرقمية وبيئة الحاسوب عندما نقوم بتصبح هذه البيانات بناء على معطيات أخرى تصبح هذه البيانات معلومات بالنسبة لنا عندما تخلق علقات بين هذه المعلومات وتشكيل ترابط منطقي منهجي بين هذه المعلومات تصبح لدينا معرفة بهذه المعلومات بناء على هذه البيارات هذه المعرفة قد تشكيل لدينا بصيرة أو رؤية إذا أصبحنا عند خلق علاقات بين أمور كان من الصعب علينا إدراكها سابقا أو نتوقع لأنه هذه الأمور غير مرتبطة وبالنتيجة يصبح لدينا الحكمة في ربط هذين الأمرين وللوهل الأولى عندما نظر لهذه الأمرين قد لا يكون بينهما ترابط قد يعني يتبادل الأذهان أنه هذا المثال قد يكون مثال صعب ولكن سأركز في السلايد القادم لأنه على البيانات والمعلومات والنالج أو المعرفة نفرض بعد انتهاء المحاضرة جئت إلى الموبايل وفتحت الفيسبوك لغرض للطلاع على الأخبار أو معرفة عدد اللايكات التي حصلت عليها المحاضرة والكومنتات وعدد المشاهدات خلال الطلاع على المحاضرة وجدت هذا الصورة اللي هي عبارة عن معلومات أو اللي هي خلال الفيسبوك بها معلومات بها اسم شخص صورة شخص قبل كم ساعة في أي مكان فهذه مجرد البيانات حالياً هذه البيانات تتحول إلى معلومات عند ربطها أنه أستاذ عمر سليم قبل ساعتين من الآن كان موجود في المتحف الوطني القطري وكثير من أصدقاء عملوا لايك واحد الأصدقاء عمل كومنت للأخوة الذين لا أعرفون سهل عمر سليم هو مؤسس بمعربية وهو صاحب هذه المبادرة اللطيفة واللي الشرف دائماً بالتواصل معه فلحد الآن هذه معلومات بداية على بيانات الآن شلون أنتقل للمعرفة المعرفة اللي صارت عندي إلى أنه أنا مع الساعتين من الآن عند دخولي إلى فيسبوك قنت لأنه قبل ساعتين من دخولي إلى فيسبوك أنه أستاذ عمر لم يكن في المحاضرة اللي هو مسؤول عنها لأنه أستاذ عمر كان موجود في المتحف الوطني قبل ساعتين وبالنتيجة أنه الشخص اللي سمح لي بالدخول واللي عرفني قد يكون مستاذ عمر فأصبحت عندي الآن معرفة بهذا الأمر أعتذر أستاذ عمر لإستخدام هذا المثل أموماً أرجو أن يعني ما يكون بإساءة نكمل أموماً فما هي الحاجات الحالية والمستقبلية في التعليم المعماري التعليم المعماري الحاجة المستقبلية أنه مستقبل التعليم المعماري في طليعات النقاشات دائماً حول التربية المعمارية بالنظر إلى التشار تعليم القائم على الكمبيوتر والحوسبة بالتخصصات المتعلقة بالبناء خاصة والتخصصات الهندسية طبعاً الكثير من التخصصات الهندسية الآن تركز بشكل كبير على استخدام التكنولوجيا لعدة أسباب أهم هذه الأسباب لأن التكلفة تصبح أقل سرعة في الإنجاز ودقة بالإنجاز أيضاً ودقة بالمشاريع فشهد التعليم المعماري أيضاً قدر متزايد من التقنيات الرقمية خلال السنوات الأخيرة خاصة في استوديوهات التصميم ولكن هذا القدر لا يلبي الطموح في عملية الاستوديوهات التصميم لذا أصبحت الحاجة إلى خلق نموذج متخصص في العمارة الرقمية أو استوديوهات التصميم أصبحت حاجة فعلية من خلال ذلك لاحظ العديد من العلماء أنه بالرغم من أنه المعماريين لديهم وعي كافي وكبير بأهمية الأداء لتصميماتهم لكن لحد الآن بالرغم من وجود هذا الوعي لأنهم غير قادرين على استخدام أدوات التحسين والمحاكاة وهي Optimization and Simulation Tools بسبب طبيعة التربية المعمارية بسبب طبيعة طريقة التدريس اللي تربوا عليها خلال دراستهم طبعاً ولا سيما هي بيئة الاستوديو اللي تعلموا فيها لذلك فهم بالعادة المعماريين يعتمدون على قواعد تجربة وما يعتبروه من البديهيات والمسلمات أو ما يعرف بالRoll of Thumbs واستراتيجيات تصميم خاصة التصميم Passive Design لمحاولة تحقيق متطلبات تصميم المباني بناء على معتقدات ثابتة في نظرهم لذلك يعني هذه كونت أنها مشكلة يعني تكمل المشكلة الأساسية في فهم كيف ومتى يتم تدريس تكنولوجيا الحوسبة الرقمية فيما يتعلق بمهارات التصميم الأساسية طبعاً ليس فقط كيف ومتى لأنه ما هي هذه المهارات وكيف يتم استخدامها بالطريقة الصحيحة وليس كيف يتم استخدامها من النظرية التقنية ويبقى الأهم أنه مواكبة التطورات السريعة لتقنيات الرقمية مع تجنب تدريس البرامج المعماري لذاتها يعني أن الفكرة هي إنشاء معرفة رقمية وليس إنشاء معرفة ببرنامج رقمي محدد وبالتالي الحفاظ على التركيز على المهارات المفيدة بالفعل والمهارات اللي ناتجة عن التكنولوجيا الرقمية بالفعل وذات الصلاة بالممارسة المعمارية الحديثة طبعاً نحن نتحدث عن ستوديوهات التصميم والمشاكل الموجودة هي مشكلة عالمية حيث لا يزال تدريس مناهج البرامجية ضمن مناهج مفصلة عن ويتم تصويرها كواقع مفصل للستوديو التصميم حيث يتعلم الطلاب برامجيات وطرق التكنولوجيا الرقمية في دروس مختلفة ويذهبون إلى التصميم المعماري أو الستوديوهات التصميم ويجدون مشاكل مختلفة عن ما تعلموا فيه يرجع ذلك إلى سؤل فيهم الأهمية التعليمية لأدوات الرقمية والمهارات ذات الصلة فأصبح من الضروري بشكل عاجل عادة تحديد الأهداف التربوية المرتبطة بالهندسة المعمارية والتكنولوجيا وتقديم حلول عملية للطلاب المبتدئين الذين ليس لديهم معرفة كافية بالتقنيات الرقمية وكيفية استخدامها بالشكل الصحيح هذا وجهنا إلى أحديد أن هناك مشكلة جذرية هي كيف يمكن لعلم التربية المعمارية والاركتوكتشور البيتجاجي مواكبة السياق التكنولوجي المتغير لتقديم مساهمات جديدة من الانضباط من الانضباط من ناحية التصميم المعماري وكذلك تلبية الاحتياجات الصناعية المستقبلية نقص صناعية المستقبلية صناعة البناء الكونستركشن اندستري أو الممارسة المعمارية الاركتوكتشور البرائتس بناء على هذه الاحتياجات والمحددات والحالية والمستقبلية هناك دراسة حالة أنا شرت سابقاً لأنه مؤسسة الريبار آي بي اي دائماً ما تقوم بتقييم أداء الجامعات وهذا التقييم كل خمس سنوات في تقرير عدته في عام 2015 التقرير يشير لناه منذ عام 2008 هذا التقرير في عام 2018 انخفضت الحاجة للخدمات المعمارية التقليدية في المملكة المتحدة بنسبة 40% يعني هم مع الحفاظ على عدد الحاجة بقت الحاجة الفعلية للمعماريين نفس العدد ولكن الحاجة للمعماريين بمهارات التقليدية انخفضت بنسبة 40% لذلك خلال عادة اعتماديتهم لليفرفول سكول أوف أركيتكتشور مدرسة العمارة في جامعة ليفرفول كان أهم توصياتهم لأنه زيادة طبعاً اعتماديت المدرسة ومع مع بعض الملاحظات كان أهم ملاحظة بعدهم لأنه يجب على المراحل المنتهية طبعاً المراحل المنتهية هم المرحلة الثالثة تعتبر مرحلة متهية في مرحلة البارت ون ريبا بارت ون والمرحلة الخامسة اللي هي أيضاً تعتبر مرحلة متهية ريبا بارت وو أو الماستر أوف أركيتكتشور عموماً فكانت التوصيات لأنه يجب أن يكون هناك تحديث للمناهج بخصوص استخدام التكنولوجيا الرقمية المواكبة أو المصاحبة لعمليات التحليل البيئي وبالفعل تم الطلب مني في إجراء في عمل تجربة لمحاولة تطبيقها في عام في السنة الأكاديمية القادمة اللي هي حالياً يعني في السنة الأكاديمية 2021 ولكن الطلب مني في السمستر الثاني من العام الماضي لأنه مساعدة في مثل هذا الأمر بالفعل ساهمت مع ستوديو تصميم مكومة 30 طالب في محاولة لفهم أهمية هذه الأدوات الرقمية في المساعدة على اتخاذ القرارات التصميمية المهمة المتعلقة بالجانب البيئي النبذة سريعة حول المشروع هو المشروع عبارة عن منطقة أثرية بقايا لأبنية أثرية المطلوب من الطلاب هو عمل مجمع سياحي مكون من مناطق ترفيهية جمع ترفيهية مع فندق وللطالب حرية اختيار الشكل والارتفاع والأمور الأخرى فكان الأمر لأنه في بداياته المثال المعروض لحقوقاتكم الآن أحد أعمال أحد الطالبة اللي هو الطالب اختار لأنه يكون الشكل العام هو شكل كيرف مع تدرجات وكان هو محدد لكيرفيتشر لأنه نسبة الكيرفيتشر اللي موجودة نسبة الإنحاء في الكير وارتفاع وعدد التدرجات ومن خلال البرنامج تم عمل أبتمايزيشن لهذه المقترحات لمعرفة أفضل مقترح من بين هذه المقترحات المثال الآخر أيضا لأحد الطالبة اللي هو ارتاني يكون تصميمه غير شكل لأنه تصميم يكون اعتيادي ولكن بزاوية سبعين درجة هناك أعطى حرية لتدوير المبنى أو الورينتيشن توجيه المبنى بسبعين درجة مع وجود اختلاف في المستوى السقف للأسف بعد أسبوعين من بدء هذه التجربة مع الطلاب بسبب الوباء بسبب الوباء اضطرت المملكة المتحدة إلى عمل الحظر الكامل وانتهاء التدريسة وبالنتيجة لم نستطع إكمال هذه التجربة وكان من المفروض أنه نشوف أثرها في اتخاذ القرارات التصميمية للطلاب على مدى سمستر كامل على مدى فصل دراسي كامل ومعرفة لا أي مدى يمكن هذه الأدوات أن تقوم بدعم الطلاب في اتخاذ القرارات التصميمية أأمل إن شاء الله في المستقبل أن تصنح الفرصة لإعادة هذه التجربة بصورة كاملة ولفصل دراسي كامل عموما جزء الآخر من محاضرتنا الآن وهو مجموعة من المقترحات والنصاح طبعا هذه المقترحات والنصاح هي مقترحات بناء على دراسات سابقة بناء على رؤية خاصة فهي مجرد مقترحات هذه المقترحات وصلت لها جزءين مقترحات إلى أساتيثي وزملائي التدريسيين وخاصة التدريسيين الذين يمارسون عملهم في استوريو أسميه النصيحة الأولى هو يجيب إعطاء الحرية الكاملة للطالب في اختيار الأدوات الرقمية مع التركيز على المعرفة الرقمية والمعرفة الرقمية المعتمدة على ماذا ولماذا ومتى وكيف طبعا ماذا أقصد بها ما هي الأدوات اللي نريد استخدمها ولماذا بالذات هذه الأدوات ليس الأدوات التكنولوجية أو الأدوات التي نقصد بالسوفتوير الموجودة أو البرامجات اللي موجودة ومتى؟ أين يمكن استخدام هذه الأدوات؟ أين؟ عفوا؟ متى يمكن استخدامها بالوقت الصحيح؟ بأي وقت ممكن نستخدمها؟ هل في أي أدوات نستخدمها في مراحل أولية غير نافعة في مراحل نهائية؟ وأكدوات نستخدمها في مراحل نهائية هي غير فعالة في مراحل أولية من التصميم؟ وكيف نقصد بها ليس كيف من ناحية التقنية ولا أنما كيف نستخدمها بالطريقة الصحيحة بطاقتها الكاملة لهذه البرامج وليس فقط لغرض الأظهار والرسم هذا بالنتيجة يجعل المعرفة الرقمية معرفة مرتبطة بالتصميم لتصبح معرفة تكاملية وليس أداء داعمة مثل ما يحدث الآن في ستوديوهات التصميم الأمر الآخر لأنه الكثير من أساتذتنا يعرفون لأنه الطلاب عندما يتعلم البرامج المعمارية في بيئة ستوديوهات التصميم يكون تعلم أكثر فاعلية أكثر فاعلية من تعلمها من خلال الدورات لأنه يكون معرض إلى بشاكل تصميم حقيقية بالنتيجة يقوم باستخدام هذه البرامج بما يحتاجه فعلا وليس بما يحتاجه الكورس التعليمي في الكورس التعليمي هناك واجبات محددة تنفصل أو غير مرتبطة بالستوديو التصميم وداما ما الاستوديو التصميمي يكون له برامج خاصة يكون له مشاكل متعددة لأوجده بالعادة بالدورات المتخصصة بالبرامج تكون النماذج هي نماذج محددة لغرض التعليم ولكن عندما نستخدم هذه البرامج في استوديوهات التصميم يصبح لدينا عمل واقعي وفعلي لآلية استخدام هذه البرامج لذلك يجب على أساتذة ومجربي الكمبيوتر أركيتكتشور أيدي ديزاين بالإضافة لأدوات الرقمية الأخرى بالمناسبة للذكر الكمبيوتر أركيتكتشور أيدي ديزاين الآن في الدول الغربية والدول المتقدمة تعتبر الكاد هي أدوات رقمية متخلفة الآن أصبح الكاد يعتبر أداء تقليدية بغض النظر على الأدوات التقليدية الأخرى أصبحت الآن نظر إلى الأدوات الفعلية الحاليا هي البيم ستراتيجي أو البي آي أم تكنولوجي كمبيوترشنال ديزاين اللي هو يضمى البرامتر ديزاين وغيرها كذلك التقنيات المرتبطة بالماشين ليرنينج والأرتفشيال انتليجت الذكاء الصناعي أو العمليات البرمجة وغيرها من الأمور عمواً فيجب على أساد ذات المدربي البرامج المعمارية دعم الطلاب لما عرفت كيفية استخدام هذه الأدوات بشكل خلاق بشكل كرياتيب والاستفادة منها في تعزيز إمكانيات الطلاب تعزيز الإمكانيات الخاصة باتخاذ القرارات التصميمية وليس فقط باستخدامها بعمليات الرسم والأظهار وبالنتيجة أن يكون لدينا طالب له القابلية على اتخاذ قرارات تصميمية باعتماد على التكنولوجيا ومن المهم أيضاً لأنه على المربعين والمربعين المعمارين التنييز بعناية بين الكشف عن النموذج أو ما يدعى بالهيرستيك of the form والكشف عن الطريقة اللي هو هيرستيك of the method يعني الفكرة الآن فيه بين هذا الكشف عن النموذج الكشف عن الطريقة المقصود بها لأنه يعني يا أما أطي الطالب طريقة لعمل أقول له عمل لي بناية تشبه بناية زواء حديث أو لا أعلم كيف ولماذا وصلت زواء حديث لهذا النموذج أو المعماري الفلاني لهذا النموذج بالحالة الأولى أنا سأنتج يعني النتيجة من الحالة الأولى لأنه سأنتج معماري نسخة وينتج نسخ من مباني زواء حديث ولكن في الحالة الثانية أنا سأنتج معماري آخر فهم الطريقة وبالنتيجة سينتج لي بناية ذات بعد آخر وبين نتاجات أخرى الطريقة هي الأهم وليس النتاج النهائي هذا يساعد في إنشاء علاقة تكافلية بين المهندس المعماري والأدوات الرقمية وهذه العلاقة ستكون يعني علاقة رابطية مهمة وهو أهم من مسألة الأظهار والرسم لذلك من الضروري أعادة النظر في دور التدريسي طبعا أنا أتحدث عن دور التدريسي في استوديو التصميم وليس دور التدريسي في المحاضرات النظرية الأخرى ليصبح دوره توجيهيا وإرشاديا في جوانب المتعلقة بالمعرفة الرقمية يعني هنا خصص الجوانب متعلقة بالمعرفة الرقمية وليس الجوانب متعلقة بعمليات التصميم يعني يصبح لأنه مهمة الإرشاد لأنه سنكون واقعيا لأنه في بعض الأحيان أو الآن في الوقت الحالي أتخيل أن الكثير من طلبة العمارة هم على معرفة بالأدوات الرقمية بتقنيات الرقمية أكثر من بعض الأساتذة الموجودة بستوديو التصميم لهذا يكون دور الأستاذ هنا دور جدا مهم وحرج في توجيه الطالب بكيفية استخدامها بطريقة الصحيحة وليس استخدامها من ناحية التقنية والفنية أو التقنية فقط وبالنتيجة التحفيز دام على خلق معرفة تصميم رقمية من خلال مساعدة على فهم أهمية هذه الأدوات في اتخاذ القرارات التصميمية المعقدة ويجب أن لا ننسى يعني لأنه مجال الإنترنت والتعلم الذاتي مفتوح أمام الجميع يعني أنا حتى عندما يعني عندما أفرض على الطالب تعلم برنامج معين فأني بالنتيجة ما راح أسيطر عليه أو بالنتيجة سيرجع إلى المنزلة أو البيت والإنترنت مفتوح أمامه ويعتقد لأنه أنا يجب علينا تعلم غير أداء بالنتيجة إذا ما فهمت الطالب لأنه أهمية تعلم الأداء وكيفية تعلم الأداء بالطريقة الصحيحة سيذهب إلى أداء أخرى وتعلمها بطريقة خاطئة أو بالنتيجة ما حصلنا على طالب ذو معرفة رقمية جيدة وعلينا التأكيد على أنه دائما الخطوات أو العمليات أو البروستس القديمة ما راح تؤدينا إلى نتائج مماثلة وإنما علينا إذا هدفنا إلى إخراج نتائج مختلفة علينا دائما تغيير من الطرق القديمة وحاليا الطرق الحالية اللي موجودة عندنا طرق تقليدية إذا علينا دائما الاستثمار في الطرق الحديثة لأنه واقع حال الطالب عندما يتخرج هو في معركة مع الحياة في معركة مع إيجاد فرص عمل ودائما بذكر المعركة أنا دائما أمثل لأنه عملية التعليم المعماري في الوقت الحالي هي أشبه إذا أردنا الالتزام بالتعليمات أو بالأدوات التقليدية السابقة هي أشبه بتدريبهم بأدوات الحرب القديمة طبعا كثير من الدراسات يشير لأنه الجيوش السابقة هي أكثر من الجيوش الحالية هي أكثر شجاعة أكثر جرأة أكثر إقدام من الجيوش الحالية ولكن هل من المنطقي لأنه أنا أدرب الجيوش الحالية بتدريب مثل التدريب السابقة هذا الأمر يعني أعتقد إجابة واضحة للجميع وبناسبة هذا المثال هناك دراسات هناك موقع دائما يبحث على الدراسات بالجوانب العسكرية الموقع اسمه بنكوفس بيتل جراونس يشير إلى أنه 43 جندي من المارينس بسلاح بسيط أسلحة خفيفة بدون أسلحة ثقيلة قادر على هزيمة جيش مكون من أكثر من 5000 جندي طبعا جيش روماني مدرب بأقصى تدريب ما حدث تكنولوجيا في وقتها فالآن نفس الحالة إذا أدرب الطالب على أدوات رقمية يعني عفوا على أدوات تقليدية بالنتيجة لأنه عندما يواجه المجتمع أو عندما يواجه السوق العمل فمن الصعب عليه مواكبة هذا العمل يعني إلا إذا حاول تغيير الطريقة التي تعلن به وبالنتيجة حسارة جهد سنوات عدة خلال الكلية أو الجامعة الآن النصائح اللي تخص الزملاء وزملاء المستقبل إن شاء الله القلبة يعني القلم 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 بالرغم من أنه المحاضرة هي حول التكنولوجيا الرقمية ولكن لا زال القلم هو أفضل أداة للمعمارة خاصة في مراحل التصميم الأولى لا توجد لحد الآن أداة رقمية تماثل القلم في عمليات التصميم والسكيتشينج والدليل على ذلك إن كثير من التكنولوجيا الآن الرقمية بدأت بإعادة استخدام القلم في عمليات الرسم والتصميم لأهمية معرفتهم بأهمية الرسم بهذه الطريقة الملاحظة أو النصيحة الأخرى لأن هناك برامج مختلفة ببرامج التنوع في العالم لا تعتمد على نصائح محددة حول البرامج أو أنه سمعت أن صديقك يعمل في برنامج محدد أو أنه سوق العملية تطلب برنامج محدد إنه ما عليك استكشاف هذه البرامج معرفة هذه البرامج لأن كل برنامج يختلف عن البرنامج الآخر في عملية التعلم كل برنامج له مميزات وله قابليات وله أساليب مختلفة في إظهار العمل وفي أقصد إظهار العمل في النتاج النهائي للعمل وأهم من ذلك أن تصبح المعرفة الرقمية للطالب أكثر ديموم عندما تتعلم برنامج أثناء استخدامها في ستوديو بمناسبة لذكر المعرفة الرقمية والحزم البرامج في لقاءات متعددة مع ديزاين ليد اللي هم المصممين الرئيسيين في مكتب زوحديد أو مكتب نورما فوستر دائما ما كان الذكر لأنه عندما يقومون بتوظيف مهندس معماري لا ينظرون إلى البرنامج الذي يجيده إنما دائما ينظرون إلى الديجيتال نالج إلى المعرفة الرقمية التي يتحملها فهم بنظرهم لأنه إذا كان لديه معرفة جيدة رقمية سيكون من السهل تعليمه أي برنامج أفضل مما يأتيه مهندس معماري بمعرفة رقمية أو عفوا بمعرفة ببرنامج محدد معرفة جدا عالية فبالنتيجة عندما ينتهي هذا البرنامج أو تنتهي فعليته على مستوى الممارسة المعمارية يكون من الصعب عليه التحول إلى برنامج آخر لذا دائما هم ينظرون إلى الموظف أو المعماري ذو المعرفة الرقمية الجيدة لأنه يشعرون لأنه هو الدافتابل أو متكيف مع كافة التقنيات وقابل على تطويره ذاته النصيحة الأهم فيما يخص حتى ليس فقط للطلب الحاليين وإنما حتى في المعماريين اللي ناشئينا تعلم الكوديك والبروغرامين والبرمجة عن البرمجة ليست فقط البرمجة للاعتيادة وإنما أقصد برمجة البرامج المعمارية لأنه المستقبل سيكون لهذه الطريقة الفكرة من البرمجة طبعا أنا واحد الناس من ضد هذه الفكرة الحد ما قرأت عن البرمجة وافتهمت البرمجة البرمجة تتيح للمعماري لأنه هو يبرمج البرنامج يبرمج ما يريد الوصول إليه وبالنتيجة يصبح هو المسيطر على البرنامج الكثير من الأحيان نكون واقعيا لأنه وعذاب على مستوى العالم لأنه المعماري في بعض الأحيان نصمم ما نستطيع رسمه البرنامج يتيح لنا قابلية تشكيل شكل معين بهذه الطريقة أو أنا أعرف تشكيل هذا الشكل بطريقة معينة في هذا البرنامج مختلف المستمعيات فدائما يحصرنا في اتجاه معين ولكن عندما نتعلم البرمجة البرمجة الخاصة بهذه البرمج نتخلص من هذا الإطار وبالنتيجة نحن نكون مسيطرين على البرنامج النصيحة الأخرى هو الإطلاع على تطبيقات الذكاء الصناعي والمشين لانك لأنه المستقبل القادم خلال عشر سنوات القادمة أعتقد أو أقل يمكن أن يعني الارتفيشال انتليجنس ذكاء الصناعي سيكون استخدامها واسع في العمارة وباعتقادي يعني وبناء عن المعطيات يعني ليسوا باعتقاد الشخص هو باعتقاد الشخص وأطولنا ما قراءت المقالات لأنه في عام الفين واربعين إلى عام الفين وخمسين ستتغير الممارسة المعمارية يعني بالنسبة تسعين إلى خمسة وتسعين في المائة يعني الممارسة المعمارية بشكلها الحالي بالنهاية يعني لأنه علينا التوقف إلى النظر إلى الأدوات الرقمية كأنها ضد التقنيات التقليدية والعكس وعلينا التوقف إلى النظر لأنهم يعملون واحد عكس الآخر خاصة في مجال التعليم المعماري لذا الأفضل إلى النظر إلى الأدوات الرقمية والأدوات التقليدية كأنما هم عنصرين أساسيا مهمين في تشكيل الهيئة الجديدة أو الشكل الجديد للعمارة أو التعليم المعماري بشكله الحديث ولا ننسى لأنه قول البروفيسور الياباني إلى أنه المنتج الأساس للعملية التعليمية أو للجامعات ونخصصها أكثر للمدارس المعمارية هو الخريج لذا علينا التأكد أنه خريج المدرسة المعمارية أو الكليات المعمارة هو خريج مؤهل بدرجة عالية للعمل في مباشرة أكيد هناك حاجة إلى تطوير مستمر ولكن الأهم من ذلك هو أن يكون المنتج مؤهل بنسبة كبيرة الجزء الأخير من المحاضرة أنا أعتقد جاوزت الساعة ولكن من خلال أنه الموضوع هذا أثار كثير من التساؤلات وعن التساؤلات هي تساؤلات الخاصة وتساؤلات أيضا موجودة على مستوى العام هل يوفر تعليم العمارة أو تعليم الهندسة المعماري الحالي سوق العمل بمهندسين معماريين ماهرين بالتقنيات الرقمية هل الآن الخريج المعماري على مستوى المدارس في دولنا العربية أو على مستوى المدارس في الدول الغربية هل يوفر يعني معماريين مميزين أو جيدين في التقنيات الرقمية هل الممارسة المعمارية بحاجة إلى مهندس معماري جيد متعلم أو مهندس معماري رقمي أو كليهما علينا أن ندرك أنه خلال غياسة الحاجة الفعلية بنتيجة ندرك ما الحاجة أو كيف نقوم بتوجيه الدراسة السؤال المهم هل يجب أن تتبع مدارس الهندسة المعمارية سوق العمل أم العكس هل تتبع المدارس المعمارية ما تراه مناسبة والنتيجة هي التي توجه سوق العمل بناء على ذلك هل دور المدارس أو مدارس العمارة دور تدريبي أم تعليمي هذه من الأسئلة الجدلية هي موجودة ليست فقط أيضا على مستوى دورنا وإنما في كافة مدارس العمارة هل سنشهد ظهور فرع معماري جديد متخصص في دراسة تكنولوجيا العمارة كما عندنا هندسة معمارية تختلف عن العمارة طبعا الكثير من الدراسات تشير إلى أنه حتى يكون عندنا هندسة معمارة أو عفوا تكون عندنا عمارة مهتمة بالتكنولوجيا يجب علينا إضافة مواد تكنولوجيا وهذا صراع طبعا كثير لأنه معناها أما زيادة عدد ساعات التدريب وإلغاء بعض المواد الدراسية والذي يعتقدها الأساتذ أنه لا يمكن الاستغناء عنها وبالنتيجة قد يكون هذا الصراع يؤدي إلى ظهور تخصص عمارة مختلف تخصص عمارة مهتم بالتكنولوجيا بعيد عن العمارة التقليدية لأن ماذا يحدث إذا كان هناك برامجيات معمارية جديدة غير تلك التي تدرس في الجامعات يعني نفضل أن الجامعات وأعتقد كثير من الجامعات بدأت بتدريس برامج معمارية كالربت أو الأرتيكاد خلال مناهجها أو في وقتنا كان الأوتوكاد والفريدي اس ماكس الآن انتهت بعض هذه البرامج وأصبحت خارجه أو عن السوق العمل فماذا يحدث؟ يعني حتى تحدثنا عن الربت أو البرامج اللي موجودة حاليا فبالمستقبل القريب أكيد ستكون هناك برامج أخرى بالنتيجة هل مسؤولية مدارس الهندسة المعمارية وتابعة خارجيها وتدريبهم بشكل مستمر؟ وهذا ما يدعى بالتعليم المستمر؟ أو هذا دور الشركات المعمارية في توفير التدريب والتعليم كجزء من التطوير المهني المستمر لموظفيهم على فترة دراستهم هذا النهاية يعني نهاية المحاضرة هذه سلسلة المصادر اللي استخدمتها في المحاضرة في الحقيقة المصادر المدرجة هنا حوالي ستين مصدر كانت هي أساسا ضمن هذه المحاضرة ولكن بعد تعدين المحاضرة ومحاولة اختصارها تعتقد هي استغلت فقط 35 مصدر ولكن ارتقيت ترك المصادر الموجودة عسى ولعل أن تفيد من يريد الاستزادة بهذا الموضوع المصادر أغلبية متوفرة على الانترنت والكتب أيضا متوفرة معظمها على الانترنت بالنهاية أشكر لكم استماعكم لهذه المحاضرة وهذا الإيميل الخاص به في حالة حاجة إلى التواصل أشكر لكم ذلك قبل النهاية أطلب منكم فضلا يعني هناك استبيان سريع لا يتجاوز الدقيقتين حول المحاضرة اليوم بإمكانكم سريعا استخدام الموبايل في يعني بالحالتين في حالة مستخدمي الاندرويد أو مستخدمي فأتمنى أن يكون لكم الوقت لإبداء آراءكم وإعطاء الفيدباك حول محاضرة اليوم شكرا جزيلا لوقتكم وأتمنى أن تكون محاضرة الساعة أو أكثر من الساعة كانت مفيدة وبها معلومات قيمة شكرا جزيلا شكرا جزيلا أن أول سنة أو سنتين في الدراسة العمارة في الجامعة ما يبقاش فيه أي برامج خالص وبقتدريب كله على الرسم المانوال بحيث أنهم يتتسبوا المهارات أو يركزوا على أنهم يعرفوا الأفكار أفضل يعني حقيقة أن هذا السؤال أيضا سؤال جدلي وليس سؤال يعني أقصد ليس إجابة مسهلة عليه يعني رأي وأراء مختلفة في هذا الخصوص حقيقة راح أنقل لك آراء موجودة أكاديمية أراء بعض الأكاديميين ضد هذا الشيء أو مع الحفاظ على التقنيات التقليدية في المرحلة الأولى مع إبعاد الطلبة تماما عن التقنيات الرقمية في حين لأنه الكثير من المهندسين أو المعماريين اللي يعملون في مجال الممارسة المعمارية وأخص بالذكر يعني كما أسلفت لأنه في مقابلة مع مهندس معماري وعمل سابقا لدى نوروان فوستر لأنه من المهم تدريس الطلبة التقنيات الرقمية من المرحلة الأولى لأنه هي هاي ما يعني سيفعلوه في المستقبل أما رأيي يعني حقيقة نعتقد من المهم تدريب الطالب في المرحلة الأولى وحتى المرحلة الثانية الاستمرار في اليدوي ولكن مع إعطاء الطالب نبذة مختصرة عن التقنيات الرقمية خاصة في المرحلة الأولى يعني ممكن في المرحلة الثانية ممكن الطالب يستخدم التقنيات الرقمية ولكن على الأقل في المرحلة الأولى يفهم التقنيات الرقمية يفهم أهميتها يفهم كيف يمكن استخدامها مع الحفاظ على التقنيات اليدوية نعم أنا مع الحفاظ على التقنيات التقليدية في المرحلة الأولى لكن هناك سؤال من المهندسة وفاء هل أنتم في الفترات الأخيرة في عملية تقييم المعماري إمكانيات الإظهار الرقمي المشاريع في تقييم الطلبة؟ يعني الأسئلة يعني أقدر أشوفها أم السؤال هذا؟ لو حدك دست على ظهره الشيط هتظهر لما أخذرتك أو بالشيط ما تظهر أو يعني هاي قديمة في حد أعتقد أنه هذا الآن اللي هل أنتم مع أن الفترات الأخيرة في عمليات التقييم المعمارية إمكانيات إظهار رقم المشاريع في تقييم الطلبة يؤثر على المقيمين وحيانا نلاحظ غدر المشاريع قد تكون جيدة لكن الإظهار سيء لاحد ما هو أحيانا قد تسمعها من الطلاب نفسه قد يظن أنه جيد في الإظهار يجب عليها نحصل التقني نعم هي نحن نكون عمل رندر علي قيدنا باليوم أو بالسريدي ماكس فهي قد ربط أعلى أعتقد يعني هي الفكرة هي الأساسية هنا الطالب عليها أن يفهم لأنه الرندر شيء والنمذج شيء آخر والتمثيل شيء آخر وعملية توليد الشكل هو شيء آخر كل هم هم يمكن أن نعملهم ببرامج الحاسوب فهي هاي المشكلة الحقيقية الآن الطالب عندما نقارن بين مشاريع يقارن على أنه المشاريع إياه هي الأقرب إلى الحقيقة أو إياه هي اللي أظهارها أجمل ولكن الأظهار يأخذ نسبة معين نحن لا نريد أن نقول أنه الأظهار لا أهمية له على العكس الأظهار جدا مهم ولكن بالمقابل التدريسي طبعا أكيد هو التدريسي هو أستاذي الخبرة يعني هو ما ينظر إلى المشروع كمشروع بأظهارها فقط وإنما ينظر إلى المشروع بكافة الجوانب إذا على التدريسي منذ بداية استخدام التكنولوجيا الرقمية تنبيه الطالب لهذه المهمة لهذا الأمر لأنه عملية التقييم تتم ليست فقط على الظهار إنما على توليد الشكل سبب خلق الشكل هناك أشكال دائما يعني حتى في طالعت حتى في عفوا نيو سي أل University College London أو الأي أي Architecture Association تجد مشاريع أظهارها بسيط وشكلها جدا رتيب عبارة عن مكعبات ولكن درجات عالية عندما تسأل الأستاذ سبب هذه الدرجات العالية بالفعل تلقى لأنه سبب منطقي أكو نقاط على الطالب معرفتها خلال عملية التصميم والنتيجة الطالب أنتج شكل بسيط بإظهار جيد ومقبول ولكن عملية التصميم كانت عملية منهجية صحيحة أنتجت عمارة كما كان عمارة جيدة أأمل أن الإجابة قد تكون واضحة لهذا السؤال في مهندسي ميسوم بتقولي الإظهار حتى لما كان يدوي ممكن يغبطي على عيوب التصميم أكيد أه يعني حتى في شغل الحقيقي بتاعنا ممكن أن واحد يامل شغل جامع جدا فنسكوا لك وفعلي أكيد أكيد يعني الأظهار أنا ذكرت لأن الإظهار لا يمكن إغفال جانبه يعني ممكن لأن الإظهار يدمر مشروع ممتاز والإظهار ممكن أن يعني يجيب لنا مشروع هو مو مقبول ولكن يبرز للعين لحنا بالعراق نقول لأنه العين تأكل العين نشوف شيء جيد وجميل يعني تتقبلها أسرع من تقبلها لهذا هنا أكو مهمة يعني صعبة للتدريسي المهم لأنه وضع التوازن والبلانس بين الجوانب المختلفة يعني أنا أنطل الطالب الحرية باختيار التصميم أو البرنامج والحرية بعمليات الإظهار ولكن يعني أن يعرف إلى أي درجة يحتاج الإظهار إلى أي درجة يحتاج السيميوليشن أو التمثيل إلى أي درجة يحتاج إلى أكيد الأظهار شيء مهم بس نحن هنا أكبر نقطة جداً مهمة العمل المعماري الحالي هو عمل مؤسساتي خلنكون واقعياً بعد انتهى عمل المعماري الفردي المعماري يما يكون معماري متمرس بالأظهار حالياً بالمكاتب المعمارية طبعاً هذا الحدد قليل لأنه الآن أغلب ما شفت في المكاتب المعمارية الضخمة وحتى البسيطة يكون الأظهار للغرافيك ديزاينر المعماري يصمم ويستخدم الريفيت أو الراين أو البراسوبر ويحول إلى طبعاً مع مواد بسيطة ومع الاتفاق مع الغرافيك ديزاينر أو متخصص في عملية الرندرينج أو الأظهار هناك معماريين مختصين بالسيميوليشن هناك معماريين مختصين بالنمذجة في العمل المعماري الآن أصبح عمل مؤسساتي بعيد عن العمل الفردي وحتى أكبر من العمل كشركة الآن حتى الشركة ممكن تلقي المعماري هو يعمل بدورين أو ثلاث الآن العمل لا أصبح عمل مؤسساتي ونأتكلم مثلاً على مكتب نورمان فوستر مكاتب نورمان فوستر موجودة حول العالم هي 54 مكتب وأعتقد عدد الموظفين عنده ما يقارب 15 ألف موظف في لندن عنده مكتبين مكتب فيه 400 موظف ومكتب آخر أعتقد فيه أعتقد حسب ما ذكر أنه 2000 في المكتب 400 موظف وموجودين يعني 200 مهندس و100 معماري 100 معماري مقسمين على مشاريع التيم المعماري التيم العفو لأي مشروع لا يقل عن أعتقد الآن ما ذكر الرقم 4 أو 5 معماري كل معماري هو مسؤول وما أكيد يوجد معمار مسؤول عن هذا الفريق ولكن وجد معماري آخرين يعني يعملون كل من له مهمة خاصة فبالنتيجة الفكرة اللي أريد أوصلها لأنه العمل المعماري الآن تغير العمل المعماري أصبح عمل مؤسساتي بس نحن نرجع ونقول لأنه العمل في استوديو التصميم ليس مختلف وإنما الطالب يكون هو يعني يمارس جميع الأمور طبعا مع وجود الجروب وورك أو العمل الجماعي وأهميته طبعا بس بالنتيجة هو الطالب عليه فهم أكثر من جانب في وقت واحد نعم تمام دكتور في سؤال سؤالين زي بعض هل يستعر مهمة المدني دراستة الهندسة المعمارية بأقل من خمس سنوات دراسية باعتبره مهمة أيضا هل في وجود لحاجة زي كده والسؤال الثاني برضو هل يمكن المنطس المدني أن يسمح المنطس المعماري وما هو نوع الدراسة في أي جماعات متوفر في العراق أو في الخارج يعني نرجع للنقطة الأساسية التي ذكرناها أولا علينا التفريق بين الهندسة المعمارية والعمارة المثال الذي حاليا موجود عندي في جامعة ليفرفول يوجد تخصص الهندسة المعمارية وهو تخصص تابع لكلية الهندسة وتخصص من الهندسة المدنية بعد المرحلة الثالثة للطالب بالحق اختيار أي تخصص فبعد المرحلة الثالثة يدخل الطالب ممكن أن يصبح متخصص أو مهندس معماري مهندس معماري هنا الفرق لأنه المهندس المعماري في المملكة المتحدة ذو قابليات أو محدد بعمله من ناحية التصميمية هو ما لحق يصمم ما لحق يتخذ قرارات معمارية تصميمية أما بالمقابل يوجد تخصص عمارة مستقل بحياته فلكن جواب في المملكة المتحدة أنا عم باستطاعته الشخص التقديم على الهندس المعمارية مع مهندس مدني في تخصص مدني بالتخصص بالتخصص بس هو ما رح يكون مهندس معماري العفو ما رح يكون معماري ضمن النطاق المملكة المتحدة وما رح يقدر يستحصل مثل ما نقول هوية نقاب أو إجازة عمل كمعمار ولكن أعتقد في دولنا العربية ممكن يعني يعمل أما في العراق ما أعتقد أكيد يعني من الممكن دراسة الدورات أو من الممكن تخضو إلى برامج معمارية ولكن أيضا ليس من السهولة أن تصبح معماري بأقل من المدة المحددة لأنه مثل ما أشرت سابقا لأنه عملية تعليم المعمار عملية معقدة عملية تحتاج إلى تدريب عملية تحتاج إلى ذهن يعني ومسائل يعني ليس من السهل تختلف تماما المشكلة الحقيقية هناك اختلاف بين الهندسة المدنية والعمارة أنه تخصص الهندسة تخصص يعتمد على الرياضيات فيه جانب إبداعي كبير ولكن يعتمد المشكلة في تخصص العمارة الترابط مع الجوانب الأخرى اللي هي جوانب غير محسوسة غير مرئية غير قابلة للقياس هي التي تمثل التعقيد وتمثل الصعوبة وهاي ما تأتي بيوم وليلة أو ممكن تأخذها كشخص يعني وحدك وإنما عليك أن تمر بسلسلة من التجارب والممارسات للوصول ولكن حتى لا نظلم هنقول وأحد الأمثلة المشهورة عالميا أعتقد هو فرانك ليود رايت هو ليس معماري بالشهادة نعم دي في سؤال بيقول كيف يمكن تحقيق التوأمة متوازنة بين التقنيات الرقمية وزي نطلب العمارة المستخدم لها في المستقبل سوفتين من استغناء المصمم واللي اعتماد كلين على تطور برامج السبات في مراحل الدراسات الأولية لمشاريع التصمية لمجرد دخال البيانات خاصة بالموقع والبيئة والمطلبات الوزيقية وغيرها يعني هو هذا أعتقد هنا سؤال المفاصلات وسؤال يعني كل سؤال يحتاج للوقت الكافي يعني وأحاول أنه تسعفني الإجابة الصحيحة إلى التوأمة والموازنة بين تقنيات الرقمية وذهن الطالب يعني هو هذا الشغل الشغل حاليا على مستوى جميع المدارس المعمارية وطبعا وهذه المسألة هي أيضا أرجع وأقول لأنه ليست فقط مسألة في التعليم المعماري في كافة يعني مؤسسات التعليمية وخاصة التعليم الأولي ليست التعليم الجامعي يعني التعليم الجامعي عدد التعليم المعماري استخدام التكنولوجيا واضح وصريح في التعليم الطبي وفي التعليم للهندسات الأخرى ولكن في التعليم المعماري عملية إيجاد هذه الموازنة عملية جدا صعبة لذا أرجع وأكرر لأنه حتى أحقق هذه الموازنة علي أن أرجع أحقق هذه الموازنة في التدريسي في أستاذ الاستوديو التصميم أنا من الصعب علي لأنه أجي أخلق طالب معماري دو توازن ذهني ومعرفة رقمية وخلنا نصل إلى الـ knowledge الـ digital knowledge وأني الأستاذ اللي يطي هذا يزور بهذه المعرفة هو أستاذ له يعني ميولات أخرى فعلينا تحقيق التوازن أساسا بالأستاذ قبل محاولة تحقيق التوازن مع الطالب هذا بالنسبة للسؤال الأول أما في المستقبل يعني الاستغناء عن المصميم أعتقد أنا أشرت في خلال هذه المحاضرة والمحاضرة السابقة حول المستقبل المعماريين لأنه الذكاء الصناعي سيأخذ دور كبير من الممارس المعماري بشكلها الحالي ولكن هل سيتهي الممارس المعماري هل في المستقبل ما نحتاج إلى المعماري ما أعتقد ذلك حقيقة حتى بأعقد التكنولوجيا لأنه مثل ما أشرت سابق لأنه العمارة مرتبطة بجوانب حياة مختلفة وليس بجانب واحد بالنتيجة إلى أنه الحاسبة ستغطي بعض هذه الجوانب فعلينا كمعماريين محاولة السيطرة على هذه الجوانب ومعرفة قابليات الحاسبة وبالمناسبة الذكرة الحاسبة حتى الأمور الآن الذكاء الصناعي أصبح له القابلية على قياس ما نعتقد أنه صعب قياسه أو نضعه ضمن خانة الأمور الغير قابلة القياس الآن التقنيات الرقمية والذكاء الصناع والماشين ليرنينج بدأ بقياس نسبة جمال في العمارة القيم الذاتية فأمور بدأت تقيسها بالنتيجة أصبحت الآن أصبحت عندي سهولة قياس ما يصعب قياسه سابقا سابقا أريد أصمم لفئة معينة لمدينة معينة نفرض أريد أصمم في القاهرة أو في بغداد علي دراسة وفهم أخلاقهم وفهم عاداتهم وتقاليد المنطقة وهذا يستغرق وقت الآن أصبح من السهولة إدخال هذه البيانات وبالنتيجة حصول عن المخرجات سريعة باستخدام الذكاء الصناعي والمشين لاميك بس يبقى الأهم من ذلك لأنه من صاحب القرار الآن الحاسبة مهما تطورك ومهما الذكاء الصناعي ساعد هو يساعد على إعطاءك مجموعة حلول الآن سابقا كانت إيجاد حل أو حل بديل أو بديل للعملية التصميمية هو عملية متعبة ومرهقة وتأخذ وقت الآن بسبب الذكاء الصناعي وسبب التقنيات الرقمية الموجودة أصبح الحصول على آلاف البداءة لحلول مع تحديد بداءة الحلول الأفضل بناء على المعطيات اللي أنا دخلتها فأصبح الآن دور المعماري له دور جديد فمن الصعوبة لأنه سيتختفي مهنة العمارة بصورة تامة ولكن الأكيد أنه ستتغير خلال الـ 20 سنة القادمة بشكل كبير نعم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم وعزرا سهرناكم معنا النهار لا لا أنا بعده كنت سهرت وأنا ساعة فقر كان بعده التسعة عندي أو تماما أو نص تماما لا لا الأمور تمام عندي أنا شكرا لكم شكرا لكم أتمنى لأنه كانت محاضرة جيدة إن شاء الله في الأيام القادمة أيضا يعني محاضرات أخرى إن شاء الله تكون مفيدة شكرا جزيلا وتحياتي الجميع شكرا